السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخوات المولين والمرسلين سيدنا ونقين المحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتوجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عودا إلى الأمثال في القرآن والسنة واليوم نتكلم عن الأمثال في السنة وكنا قد قرأنا العديد من الأمثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحنا حتى إذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه تفهمه فتسعد أنك فهمت المثال لأن الذي يفهم الأمثال هذه من من الضعر أي أنه من العرمي الذين عندهمه وفي آية أخرى وما يعلمها إلا العالم يعني تفهم المغزن وراء هذا المثال إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياة الله ونحن نستطيع بعض الأشياء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تفهم الأشياء هذا يعني أنك من الناس الذين يتعلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أشع في هذا عند رجال أرجو إذا جاءك أحد يقول خذني إلى الإمام وترصت عنده في أي مسألة أن تقول له إذهب بنفسك لا تأتي تترصت لأنني سأخدمه ما استطعت إلى ذلك سبيل ولكن إن جاءك لتأتيني وتقول اقرأ عليه قرآن أنا لن أفعل ذلك فلا تأتني بهذا السبب ثم تقول ردني الشيخ أنا لا أشرع في عمل إلا إن كنت أعرفه وأنا لا أعرفه وأنا لا أستحي أن أقول أني لا أعرفه هذا فن أني لا أعرفه مثلا هم أني قرأت القرآن على رجل وكان به جني فثار الجني وأنا لا أعرف كيف أسيطر عليه فما الحد لده أتركه أترده بر بيت أخارج بيتك أيها الناس أنا لا أستحي أنا أقول لا أعرف وأقول لكل الناس أني لا أعرف فلا يتينني أحد بسبب هذا ثم يقول ردني الشيخ ولم يعني يجعل لي خاطراً ويقرأ على الرجل القرآن أنا لا أفعله أرجوكم وأتوسط إليكم يعني جاءني اليوم بعض الناس مع بعض الناس يريدونني أن أقرأ القرآن فامتنعت يعني لا If anyone will come to you and ask you to intercede between me and them and come to me and ask me the favor to serve them it is not a favor I have to serve them so you don't come you don't need to come if you just tell them go to them that's number one number two if you know that he wants me to read Quran on his body especially if she's a woman I want to do that because I'm not good in that art and I don't feel ashamed to say that I don't know I don't know that art if some people they do know that's their that's gifted from Allah to them but it's not for me it's not my way so please don't come and ask me so and then I say no so you go, you return with a broken heart I don't want to break any heart of anyone I don't do that the maximum is to read Quran on the world and I told you before that if you want to read Quran on the world you are the best one to do that to yourself so you read Quran on the world what's it? why mean? who told you that I'm blessed من الذي قال لك أنك لا تستطيع أن تقرأ القرآن أنت على أي مرض عندك من الذي كذب عليك وقال أني مبارك وقراءتي مباركة من الذي قال لك هذا قد تكون أنت خير عند الله من ملء الأرض مثل فلا ترفعوني إلى مقام أنا لا أستطيع أن أعلم so don't praise me before people or you think that I'm a blessed man I'm not so probably you are better than the earth full of me in the eyes of Allah so you do it to yourself you do it to your beloved one and I'm sorry to open that subject again but please don't think that I'm breaking hearts of some people جزاكم الله خير الأمثال النبوية نحن اليوم مع المثل مع المثل السابع عشر مثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أحقق في الأحاديث ولكن أشرحها فقط I am not going to follow the chain of the hadith where is that hadith if this is authentic, if it's good if it is weak, if it is any other kind I will read the hadith that is from a respected encyclopedia so I will read and explain that's all example number 17 أن الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يخزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى تردع ولدها وتأخذ أجرها هذا الحديث this hadith is explaining itself if رسول الله صلى الله عليه وسلم said if people of jihad they were fighting في سبيل الله and they collect the booty and everyone get a share and that share will help him to go out again for jihad again في سبيل الله the example of that person that مجاهد as the example of mother of Musa صلى الله عليه وسلم she threw him in the river she was she had a broken heart after that but she trusted Allah Allah promised her Allah inspired her that I will return him back to you so after a couple days Allah returned him back to her she started breastfeeding and she was taking a salary from Fir'aun so she breastfeed her own baby and he was taking a salary against that فالحديث يشرح نفسه كما أن أم موسى لما القتل في النر فطاش فؤاده لولا أن الله ربط على قلبها لذكنا من المؤمنين ووعدها أن يرده إليها فرده وأوفى عهده وجعلها منه منها على موسى وتجدها في سورة طالع ولقد ملمنا عليك مرة أخرى شرحك الله إذا وحينا إلى أمك ما يوح أليخز فيه في التابوت فأخز فيه في اليم فليلقي اليم السع يأخذه عدو لي وعدو لك فجعلها الله منا أنه يرده إلينا بعد أن ألقته في اليم إنه في سورة طالع إنه في سورة القصص إنه في الكثير من المكان في القرآن أن الله أعتقد أنه أفضل وقاله مع موسى عن ذلك أفضل لك عندما أردتك لك في المرأة وقاله لك في المرأة لك في المرأة من سورة إلى نورة في أجب وقاله من نورة إلى سورة وقاله لك في المرأة مثل الثامن عشر مثل المؤمن كمثل العطار إن جلسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك طبعا العطار معروف كلكم تعرفونه كيف تقول العطار باللغة الإنجليزية من يعرف هذا الإخوة الأقوياء في اللغة الإنجليزية العطار أنت عارف العطار هو إيه أول الرجل الذي يبيع الهرس أ these two The guy who sells herbs The guy who sells herbs Right? Or scent Or bakhor Or color Or whatever Or sometimes Some seeds Or That's a guy You always Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Said he will benefit you In one of these three situations If you sit in his store with him فأنت لو جانسته تسمع كيف ينصح الناس خذ كذا لكذا وخذ كذا لكذا تتعلم تكتب خضرة ببلاجة زي بالمصرين بيقول طب يعجبك أمسان المصرين دحنا هذين أبسكت الجيل ببلاجة تاخذ خبرة if you will go to his shop and you sit with him in his shop you want to spend some time so you wanted your friend who works as a herb seller so you are in his store people they come and ask him because in the past Al-Attar used to do the job of the doctor and the job of the pharmacist in the same time I remember probably up to 10 years old when I reached 10 years old my mom used to send me to the Al-Attar to ask for something for the cold something for the cough something for burning urine something for this something for that so I used to go and ask him we have a member of the family suffers from such and such what should I get so he gave me some herb and said boil this and give it to him or he mixed some herbs together and he said boil that herb and give it to him and it was successful so he was acting as a doctor he was acting for the poor people and we were poor alhamdulillah and we still poor and he is acting like a pharmacist plenty pharmacists they go to some friends of those guys to ask them some secrets about the components of the medicine so they can add something if they are trying to what do you want to call it to improve some medicine so he go and ask them he gives them some benefits this is it you sit with them you get some experience because he is in love so he is in love if he is with you so that he is in love how mahdoll that he is based on him and if you are going to call him if you are trying to kill him you will get some of them you will get some people they do many astonishing because they are going to speak thanks to your own and they don't know if you want to share if you want anything you will have anything الذي كنت تمشي معه لأن المشي بين الناس يتبعوا سمعة فقد تمشي بين الناس فكلما مررت على قوم سبوك والعلم ولو ضحكوا في وجهك يضحكون في وجهك ثم ما أنتمر حتى يقول بيس أخ العشيرة نور إنه كيت وكيت وكذا وكذا وقد تمر على قوم فيبتسمون لك فإذا مررت يمدحونك بمحامد طيبة فهذا جراء المشي بالخير مع من يبشي بين الناس بالخير فينعكس عليك من خيره أو من شره أما العطار فكل معرفه من الخيرين عندنا في حينا رجل عطار اسمه ويتام الناس أصدقوا عليه كلمة ويتام رجل طيب جدا جدا وكلما مشى في أي مكان لا يكاد يضع يده من كثرة إعطاء السلام للناس كل المدينة تعرفه فلو ما شيت معه لا عرفك الناس أصدقوا على عطارين وإن شاركته نفعك وإن شاركته نفعك وإن شاركته نفعك لأنه ربحه طيب ربحه طيب وبيعه واسع ولا تجد عطار يبيع محرمة ما فيه إلا إن كان يعني بينه وبين ربي هو خبيث فيبيعه في السغر بعض الخلاط وأن صعدتا دعوه لله بالدنك and if you become a partner of him in his business you will get benefit because he has a white business it's a successful business العطار I remember when I was young a guy that office is double of his toll وقاله وقاله كانت لنظر وقاله عندما كانت 15 أو 16 وقاله وقاله والدارة أخبره أنه نجحة من المال وقاله وقاله إنه سيارة وقاله إنه سيارة سيارة وقاله لنظر سيارة حيث وقاله يعني يمنع وإنه مسل المؤمن المحل النخل ما أخذت منها مين شيء؟ نفعبك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يلاطف أصحابه أنتوا نمتم؟ ايه؟ نمتم؟ نقولهم أن نقفل؟ إذا كنت نمتم محدش ناهي اللي عايزي نمزل، بس بقى عايزي تصفح النخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمازح أصحابه يعني إذا فيه وقت رطيف، ما يمعج دائماً كله حرام، حلال، 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 مكروب لا، كان أحياناً بعد كل فتح، خصيصاً بعد كل فتح يقول لأصحابه، من منكم رأى البارحتان، رؤياه، فيفسر له، صلى الله عليه وسلم وأحياناً ما يقول أحد أنه رأى شيء، فيقول وإني رأيت البارحة كذا، فيؤول لهم رؤياه، صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم was very nice with his companion, he was not a teacher, a strict teacher هذا هو حلال وفرّه لائزنا مجموعًا لنحن يبقى ل buildup some حلال خرام ويحبب بعض حلال خرام شرقاء لديهم البالجر توضيع في القيادة لنحن يبدو فتزوورة وإن بهظه من خرام من خرام و بعض الوقت كان لديه مجموعة مع أصحابه أخبركم أخبركم مر بأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه من ظاهره ولاد بأعلى صوت من يشتري العبد وهو عبد لله فاعتنق صاحبه في مندرق فمن يشتري العبد وكأنما يعرضه للبيل طبعاً ما باعه صلى الله عليه وسلم ولكن أسمه عبداً وهو عبد هو عبد للدن فكان يوازح أصحابه فمن يشتري العبد ومن يشتري العبد ومن يشتريه عجوز تسأله أن يدع لها أن تدخل الجنة فأراد أن يمزح معها فقال لا يدخل الجنة عجوز والله صادق فهمت أن تتولى حزينة فقال بل تدخلينها في ريعان شباب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال ال raison He said, no old women in the paradise. He was joking, because that's true. No old people in the paradise. If you die under 33, you will enter as you died. If you die to 33, you will enter as you died. If you die above 33, Allah will return you back to the age of 33, age of Jesus when Allah left him up. And let him stay in the paradise. To purr. So the woman felt sad. And was about to leave with sadness. He said, no, no, no. I don't mean what you think. I mean that you will be, you will enter back in a young age. He was very nice with his people. So one day he said to them, what is the dream which every single thing can hear like the believer? فسألهم ذات يوم ما هي الشجرة التي يشبه المؤمن. فاختلف القاعدة. أنا نقول شجرة كذب. أنا نقول شجرة كذب. ووقع في قلب ابن عمر رضي الله عنه وارضاء أنها النخلة. فاستحى أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما ولّى عمر رضي الله عنه قال ابنه له يا أبدي لقد علمت أنها النخلة واستحييت أن أقول. فغضب عمر قال الله لو كنت قلتها كانت خير لي من كذا وكذا. يعني عايز يفرح أن ابنه هو تحلل في الزورة بتاعت ابن نبي صلى الله عليه وسلم. وإن ابن زكي ونابن فهما بخصود النبي صلى الله عليه وسلم. So he says what is the tree which everything in that tree look like the believer. All the companions they tried to guess but they were wrong. ابن عمر was a young boy. Too young. He understood the answer but he felt shy to speak while older people are wrong. So he kept it for himself waiting for answer of رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم said it's a palm tree. And he was that was correct as he expected. On the way back he said to his father عمر مل خطار you know what that I knew the answer but I felt shy to speak in the presence of the elder people. عمر gets angry. Why couldn't you answer? I want you to answer to feel proud that his son understood the answer of the problem which was said by رسول الله صلى الله عليه وسلم why did the elder people fail to find the answer? that means that means his son is very intelligent so that is the same he said the example of the movement as the example of the palm tree take any part of it it will benefit you take any part of it it will benefit you palm tree have one they use it to make pillars for humble houses or for as he did in his masjid first masjid in Medina that masjid inshaAllah when you go to Medina if you never went before you will see it's like a palace in the first time it was the pillar was palm tree's trunks that was and the ceiling was the leaf of the palm tree that's it so it has wood it has leaf leaf is some stuff look like dry glass that they use it to stuff the mattresses and the panels they make cushion with and you get the 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 fruits out of that any part in the tree in that tree is useful even that branch if you don't use it to make a roof in my country they make chairs not only chairs they make they make a set of living room tables chairs every fantastic things on some celebration day of christian people in egypt they cut they cut the green the new green leaves and they make baskets with it and they fill that baskets with some candy or whatever and they give to one another that day is a sunday of the palm tree green leaves اسمه حد الخوس لأن green leaves اسمها خوس وأيضا يعملون منه أعلاما وهذه الأعلام يعلمون بها فرحتهم في هذا الهد وفي السعودية النساء الحمشيات يصنع من هذا الليف مراوح يحملونها في حر الحج والعورة فيجدون لأنفسهم الرياح وفي مص يصنعون منها ما يسم يعني بالمكاتل مكتل أو قفة لها قذني يبيعون فيها السمك والفراكذ وكل شيء سريع برضو سريع بالو السر السر وشعر 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 ويقص إبنى لزيل بأي 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 سنين ا etiquette سظق لذلك والك تراني بالمتر الرياح الظل او الفر هذا كري止 العظ يو بالمتر الرياح لغاً بأي اليوم بأي تراني ان يزائي هوا ترجمة نانسي قنقر اليمنى أن كل مذكرة كل نبوية كل نبJo سيلسيوه inated هم مؤمن luck وست wise نبوال نبوال سيصال هذا أنت تج congratulations إن أ Gehrمبيون ن search for the collar to give benefits and spread benefit to anyone you will benefit the believer or at least you benefit them if you keep your mouth sharp. you benefit them if you don't to look to their نعم 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 الحمد الحمد رسول الله أريدك أن تكون كما نتحدث هناك حديث إمامات الحديث they said this week that when Allah سبحانه وتعالى ordered the angel to bring a hand of folk from all kinds of dirt on earth to create Adam He created Adam out of majority of that dirt and left behind the sun He created from that the palm tree so there is a weak حديث speaking about this that the palm tree Allah made it out of the leftover of the handful of dirt after creation of Adam that's weak and there is another week he said if you pass by any palm tree honor it because he 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 he